موسيقى كل جماعات مصر مشتركة في المؤتمر الحاجة اللي برضو امبرسيف قوي في المؤتمر انهنا شايف دول كتيرة جدا من دول العالم موجودة الأكسبرتز عددهم كبير جدا يعني ابروتشينج وان هندرد انترناشونال سبيكرز وكلهم اكسپيريينس في الفيلد بتاع الاورتك سيرجري السنة دي برضو الجديد ان القائمين على المؤتمر مش بس ركزوا على التمدد الشريان الاورتة لا دخلوا كمان اجزاء من انسدادات الشريان الاورتة فما بقاش بس الانيوريزمز اللي بيركزوا عليها ده كمان استخدموا وتعاملوا مع الانسدادات والاورتك اوكلوجينز فده زود الفيلد في المؤتمر انا شايف الحضور ما شاء الله ممتاز وده بيدل على ان الاورتك سيرجري خاصة استخدام التقنيات الحديثة زي استخدام الاساطر والدعامات في علاج تمدد الشريان ان شاء الله هتبقى منتشرة في مصر اكتر من كده هوت وهتوصل لجميع المحافظات وانا شايف برضو من حاجات الجديدة اني اليونج جينريشن والسطاف الصغير بدأ يبقى انتريستد في الموضوع وده بيدي هوب ان الموضوع يبقى على وايد بيز وايد سكيل اكتر في السنين اللي جاية ان شاء الله ان شاء الله ايه رأي حيك في التعاون الدولي والخبرات الموجودة السندي في المؤتمر وحيك شايف ده كان ازاي حيفيد المؤتمر يعني في جامعات كتيرة في مصر بدأت يعمل لينك مع مراكز بحسية ومراكز متقدمة في موضوع الايفار اللي هو ده علاج لمادد الشريان بالدعامات التعاون ده مع الجامعات والمراكز ده بيخلي ان الناس الصغيرين زي المدرسين المساعدين والمدرسين يعملوا double channel ويروحوا يعودوا هناك في المراكز ده شهور up to one to two years وده بيزود الخبرة بتاعتهم وده بتتنقل لنا يعني احنا من الناس الكتير قوي اللي شايفينها في المؤتمر مصريين وبيشتغلوا في يوكي وبيشتغلوا في United States بيشتغلوا في فرنسا وكلهم بيجوا ويقدموا خبراتهم فالتعاون ده بيرفع مستوى الخبرة في التعامل مع الحالات الصعبة وفي نفس الوقت بيخلينا ننقل التكنولوجي ده من برا لمصر في سبيل تحسين الخدمة الطبية ايه الموضوع اللي شد حضرتك قوي السنة دي او الطابق اللي كان هم مركزين قوي في السنة دي في المؤتمر عن التعامل مش بس مع الحالات السيمبليفايد والحالات السهلة لا في الحالات بقى احنا دخلنا في الكمبليكيتد كيس يعني احنا دلوقتي في الايرا الجديدة من مش بس حالة ستريت فورورد وسهلة بشتغل بيها دعامة وبالونة لا دلوقتي بنتعامل بقى مع مضاعفات هذه الحالات وازاي يتعامل مع الحالات الاصعب الاجهزة الجديدة اللي طلعت دلوقتي انت عارفة التكنولوجي دي دايما ايفولفينج يعني كل شوية بيحسنوا استخدام الدعامات والشركات الادوية وشركات الدعامات بتحسن من الجهاز نفسه بحيث ان احنا نتعامل مش بس مع الحالات السهلة لا كمان الحالات الصعبة اللي هي بتتطلب تكنولوجي اعلى في النهاية اللقاء بشكر حيك يا دكتور شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا